أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لمهارة إنجاز خط زمني وذلك في إطار حصص الدعم المخصصة للسنة الثانية بكالوريا جميع المسالك برسم موسم الدراسي 2021-2022 بحولها إذن فمهارة إنجاز خط زمني تعتبر مهارة الأساسية لتمثيل الزمن التاريخي بشكل نعم طبعاً كتتعدد أدوات تمثيل الزمن التاريخي ما بين الخط الزمني ثم أيضاً المحوار الكرونولوجي وأخيراً اللوحة الكرونولوجية إذن فكلها أدوات كتمكننا من تمثيل الزمن التاريخي بطريقة مبسطة وتعكيس أيضاً توالي الأحداث التاريخية إذن فبالتالي نفهم طبيعة هذه الأحداث ونستطيع أيضاً أن نضعها في سياقها العام إذن ما هي الخطوات المنهجية الواجب اتباعها في إنجاز خط زمني إذن لابد أولاً أن ننضبط الأحداث التاريخية الواردة في الجدول الكرونولوجي وأن نضعها في سياقها العام إذن ما طبيعة هذه الأحداث؟ متى وقعت وأين وقعت؟ وطبعاً لابد أن نستحضر السياق التاريخي العام ألا هو يرتبط بمرحلة بفطراء أو بحقبة زمنية بعد ذلك نختار المقياس المناسب لتمثيل هذه الأحداث التاريخية أو هذه المحطة الزمنية بعد ذلك نرسمه واحد الخط موجه نحو المستقبل تأثي المرحلة الموالية وهي حساب الزمن على الخط الزمني إذن لابد أن نقسم الخط الزمني إلى محطة زمني وهذه المحطة الزمنية ستكون ضبوطة ودقيقة يعني اعتماداً على المقياس الذي اخترناه ثم تأثي المرحلة ما قبل الآخرة وهي تمثيل أحداث التاريخية على الخط الزمني إذن نضع هذه الأحداث التاريخية في مكانها المناسب يعني في الخط الزمني ثم أخيراً نضبطه أساسيات أو عناصر الخط الزمني إذن هذه العناصر هي بسيطة لدينا العنوان دائماً تكسب في الأعلى ثم المقياس في الأسفل وأخيراً الإطار الإطار طبعاً نضمنه كل هذه العناصر من خط الزمني من أحداث من عنوان ومن مقياس الآن نمشي للجانب التطبيق طبعاً دائماً المحاور أو الخطوط الزمنية أو اللوحات الكرونولوجية دائماً كترتابط يعني بجدول كرونولوجي إذن الجدول الذي سنعتمده هو يمثل تواريخ السقلال بعض البلدان الإفريقية إذن هذه البلدان هي ليبيا التي حققت السقلالها سنة 1951 ثم المغرب سنة 1956 كذلك تونس في السنة ذاتها ثم السقلال السينيغال 1960 والسقلال الجزائر 1962 إذن مطلبنا هو تحويل معطاية هذا الجدول الكرونولوجي إلى خط زمني مناسب إذن لابد أننا كما قلنا يعني أن نضبط الأحداث التاريخية إذن ونحدد سياقها العام إذن فالأحداث التاريخية كلها ترتبط به تصفية الاستعمار وأيضاً استقلال بعض البلدان في القارة الإفريقية ما بين 1951 و 1962 بعد ذلك نختار المقياس المناسب ولكن قبل ذلك يعني خصناً نحدد الفوارق الزمنية بين السنة بين الحادث والذي يلي إذن مثلاً ما بين 1951 و 1956 فخمس سنوات ما بين 1956 و 1964 و 1964 و ما بين 1960 و 1962 يعني سنتين إذن كي يبلّي أن الفوارق الزمني هي متقاربة الفواصل الزمني متقاربة جداً يعني ما بين سنتين كحد أقصى و خمس سنوات عفواً يعني سنتين كحد أدنى و خمس سنوات كحد أقصى إذن على هذا الأساس ممكن أنني وبما أن الأحداث يعني ما بين 51 و 1962 إذن فممكن نختار يعني كل واحد سنتيمتر تساوي سنة واحدة الآن نمشي مباشرة لرسم الخط الزمني إذن كما قلنا أعزائي الخط الزمني دائماً كيكون واحد الخط بسيط يتجه نحو المستقبل بعد ذلك نضبط ولكن نحدده ما يسمى بسلم الخط الزمني يعني المحطة الزمني الأساس إذن حساب الزمن على الخط الزمني إذن كنبدو بـ 1950 1953 1956 1959 ثم 1962 لأن بعد ما حسبت الزمن على الخط الزمني الآن سنمشي مباشرة يعني لوضع أو موضعات الأحداث التاريخية يعني تواريخ باستقلال بعض البلدان الإفريقية طبعاً هنا بالنسبة للجدول الكرونولوجي اللي اعتمدنا إذن أول دولة حققت استقلالها هي ليبيا سنة 1951 ثم ثلاثها المغرب سنة 1956 وكذلك تونس إذن استقلت معاً في سنة ذاتها إذن فالمغرب وتونس استقل معاً سنة 1956 ثم 1960 استقلال سينيغال و 1962 استقلال الجزائر ثم بعد ذلك نشير إلى المقياس إذن عنا واحد سنتيمتر سنة واحدة إذن على هذا الأساس لاحظوا أعزائي أن الأحداث التاريخية هي متتالية في الخط الزمني وكلها تتجه نحو المستقبل ثم هنا لابد أن نذكره بأساسيات أو عناصر الخط الزمني اللي هي العنوان ده العنوان دائماً كنتكتبه في الأعلى خط زمني تواريخ استقلال بعض البلدان الإفريقية ثم كذلك المقياس أو السلم الذي اعتمدنا له بواحد سنتيمتر يساوي سنة واحدة وأخيراً الإطار الذي نضمنه كل هذه العناصر إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وما تعافل أن نفسه وأن وفقه في تبليغ مضامن وعناصر الأساسية طبعاً إذا كانت لديكم أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله وإلقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكراً لكم